اطياف تداعب الخيال وتنسج في العقول خيوط أحداث وقصص معبرة توحي بأحاسيس تتمايل كلما قدر لها أن تعيش نصوغ لكم تفاصيلها على ترانيم موزونة فتبزغ بها شمس الحقيقة المدوية ضعوا السماعات وأغمضوا أعينكم واستمتعوا كان الملك عجيب يحب البحر منذ نشأته فلما بولي العرش أكثر من أسفار البحر ونسي الاهتمام برأيته وارترك العناية بأمر الملك وإقامة العدل بين الناس وكان كلما عاد من رحلة اشتاق إلى غيرها وفي يوم من الأيام عد للسفر سفينة كبيرة وأخذ معه عددا من حاشيته ساعت بهم السفينة في عرض البحر أربعين يوما وكانت الريح طيبة والبحر هادئة ثم هبت عاصفة شديدة فأضربت الدنيا واضطرب البحر وظلت الأمواج تلعب بالسفينة وتهددها بالغرق في كل لحظة ومرت بهم عشرة أيام وهم في أشد القلق لهياج البحر ثم هدأت العاصفة وقام ربان السفينة مستطلعا أحوال الجو وما إلا تحقق الربان من الأمر حتى صرخ وبكاء ولطم وجهه من شدة الجزعة فسأله الملك عجيب ماذا حدث فقال له الربان وهو يبكي لقد هلكنا هلكنا يا مولاي فقال له الملك وكيف هلكنا وقد هدأت العاصفة وزال عن الخطأ فأجاب الربان انظر إلى هذا السواد الذي يلوح لنا من بعيد إنه جبل مغناطيس وستدفعنا الأمواج إليه غدا وسيذجب المغناطيس كلما في مركبنا من المسامير فتتفكأ ألواحه ونخرق جميعا في قاع البحر سأله الملك أليس في قدرتك أن تبعد بنا عن هذا الجبل فرد الربان كلا يا مولاي فإن المغناطيس يجدب مركبنا إليه ولم تنج سفينة واحدة وصلت إلى هذا المكان واعلم أن هذا الجبل قبة عالية وفوقها فارس على فرس من نحاس وفي صدره لوح من الرصاص قد نقشت عليه طلاصم لا نفهمها ولا سديل إلى خلاص السفن من الهلاك إلا إذا وقع ذلك الفارس في البحر حزن الملك عجيب وأصحابه أشد الحزن ولم يناموا طوال ليلهم ولما جاء اليوم التالي ظهر لهم صدق كلام الربان فقد رأوا المركب يندفع حول الجبل بسرعة لا مثيل لها فأيقنوا أنهم لا محالة هاركون وما إن اقترب المركب من الجبل حتى جذب المغناطيس كل ما في المركب من مسامير فتفككت ألواحه وغرق راكبه لكن الملك عجيب وجد لوحا من الخشب قريبا منه فتعلق به ثم قذفته أمواج البحر بعد قليل إلى سفح الجبل فرأى لحسن حظه طريقا سهلا سار فيها حتى وصل إلى أعلى الجبل من غير عناء وما إن رأى الملك عجيب أنه قد نجى من الهلاك حتى حمد الله على نجاته وصلى شكرا لله على سلامته ثم غلبه الضعف والتحر فنام للحال ورأى في منامه شيخا مهيب الطلعة يقول له قم يا عجيب قم من نومك واخفر تحت قدميك قليلا تجد قوسا من النحاس وثلاث نبال من الرصاص عليها تلاصم منقوشة فاضرب فارس البحر بتلك النبال فإنه يسقط في البحر ويبطل سحره وبذلك يستريح الناس من شره وأذاه ومتى تم لك ذلك فادفن هذه القوس في مكان التلصم فإن البحر يعلو حتى يساوي الجبل فيخرج لك من البحر زورق فيه ثمثال مسحور من النحاس يوصلك إلى بلدك بعد عشرة أيام وإني أحذرك أحذرك أن تذكر اسم الله وأنت في ذلك الزورق المسحور لألا يذوب التبتال ويبطل السحر ويغرق الزورق لساعته استقاد الملك من نومه وهو فرحان بهذا الحلم الذي فتح له باب الأمل في العودة إلى بلده وبحث تحت قدميه فرأى القوس والسهام الثلاثة فضرب بها تلصم الجبل فهو الفارس والفرس في البحر فدفر القوس في موضع التلصم كما قيل له فارتفع الماء حتى ساوى الجبل وخرج له زورق من البحر فيه ثمثال من النحاس ركب الملك الزورق من غير أن يتفوه بكلمة واحدة فحرك ثمثال مجدافيه فسار الزورق به ماء وما زال مسرعا في سيره حتى اقترب من البر ففرح الملك عجيب بذلك فرحا شديدا وأنساه فرحه بقرب العودة نصيحة الشيخ فحمد الله على سلامته وما كذا يذكر اسم الله حتى اختفى الزورق والثمثال معا وغاصى في قرار البحر وبعد عنه الشاطئ فسبح الملك عجيب طوال اليوم في البحر حتى ضعفت قوته وأيقن الهلاك العاجل فأسلم أمره لله ودعا أن يخلصه مما هو فيه من كر فاستجاب الله دعاءه وقذفته الأمواج إلى شاطئ جزيرة كبيرة فحمد الله على نجاته من الغرق وصلّى له صلاة الشكر ثم نام فوق شجرة عالية طوال الليل وفي صباح اليوم التالي رأى الملك مركبا كبيرا يقترب من الجزيرة فصعد على شجرة عالية حتى لا يراه أحد فرأى عشرة رجال وفة وشيخا يخرجون من المركب ثم حفروا قليلا في الأرض ونزلوا في جوفها ثم عادوا فنقلوا إليها كل ما في المركب من خمز ودقيق وسنل وفاكهة وحلوى ورجعوا إلى المركب ولم يعد معهم الفتى وصل المركب بهم من حيث أتوا والملك يحجب من أمرهم أشد العجب لما غاب المركب عن ناظره أسرع الملك عجيب إلى المكان الذي كانوا فيه فرأى حجرا مستديرا في وسطه حلقة من حديد فرفع الحجر ورأى تحته سلما فنزل وهو يعجب لذلك فوجد نفسه في حجرة واسعة مفروشة ببصاط ثمين ورأى في صغر مكان أريكة قد جلس عليها ذلك الفتى فزاد عجبه مما رأاه وفزع الفتى حين رآه فطمأنه الملك وما زال يحادثه حتى زال خوفه وتبدل رعبه منه فرحا بقدومه وسغورا ثم قال للفتى كيف حضرت إلى هذه الجزيرة الموحشة ولماذا اخترت البقاء تحت الأرض فقال له إن أبي تاجر من كبار تجار اللؤلؤ وهو شيخ كبير لم يرزق في حياته أولادا غيره وقد رأى في منامه يوم ولدت حلما مخيفا فجمع الحكماء ونفسر الأحلام فأخبروه بأن أجلي قصير وأن الملك عجيب سيقتلني بعد أن يرمي تنصم الجبل في البحر وسيحدث ذلك حين أبلغ سن الخامسة عشر ومتى مرت بأربعون يوما نجوت من الهلاك بعد ذلك فأعدى لي أبي هذا المكان في هذه الجزيرة ولما علم بوقوع التنصم في البحر أحضرني إلى هنا حتى لا يهتدي الملك عجيب إلى مكاني فيقتلني عجب الملك من قصة الفتى أشد العجاج وهزأ بما قال ولم يخبره باسمه حتى لا يخاف ومرت الأيام وهما على أسعد حال وأهنى أبائه وكان الملك عجيب يقص عليه أحسن القصص يروي له أمتع الأحاديث فلما جاء اليوم متمم للأربعين نهض الفتى فاستحم ونام إلى العصر ثم فتح عينيه وطلب إلى الملك أن يشق له بطيخه فبحث عن سكين فلم يجد فأشار الفتى إلى مكانها وكانت معلقة فوق رأسه فأسرع الملك عجيب إليها وما إن قبض عليها بيده حتى زلت قدمه فوقع لسوء حظه على الفتى والسكين في يده فنفذت السكين إلى قلب الفتى فقتل في الحال وما إن رأى الملك عجيب ما حدث منه حتى اشتد به الحسن والجزع ولكنه استسلم لقضاء الله وقدره خشي أن يحضر والد الفتى فيقتله فأسرع بالخروج وأعاد الصخرة إلى مكانها وما إن انتهى من ذلك حتى رأى المركب قادما من بعيد فأسرع إلى الشجرة مختبئا بين أخصرها ولما رأى الشيخ ما حل بولده أخمي عليه من شدة الجزع ولما أفاق أمر بنفنه ثم عاد باكيا حزينا وبعد أن غاب المركب عن نظر الملك عجيب أخذ يبحث عن وسيلة تمكنه من الخروج من هذه الجزيرة المشكومة فلم يستطع إلى ذلك سبيلا صار الملك عجيب في الجزيرة تسع أيام لعله يجل فيها أحدا من الناس ثم رأى في اليوم العاشر دارا ملتهبة تلوح له من بعيد فسعر إليها مسرعا حتى اقترب منها فرأى قصرا فخما من النحاس فعلم أن أشحة الشمس قد انعكست عليه فخيلت إلى ماظره أنه يرى نارا ملتهبة شديدة الوحج ورأى الملك أمام ذلك القصر عشرة رجال من العور قد فقطوا عيونكم اليمنى فحجب من ذلك حياهم فردوا عليه التحية بأحسن منها ورحبوا به ثم سألوه من أين جاء فقص عليهم قصته فدهشوا لها وأراد الملك عجيب أن يسألهم عن سبب عوارهم وإقامتهم في ذلك القصر المنفرد في تلك الجزيرة الموحشة ولكنه قرأ على باب القصر من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه فسكت عن السؤال ولما جاء الليل أكلوا وشربوا ثم جلسوا يصمرون حتى انتصف الليل وقال أحدهم لرفاقه لقد حد الوقت لأداء ما علينا من واجد فقاموا جميعا إلى حجرة واسعة ولبسوا ملابس سوداء ثم لطخوا وجوههم بالسواد وظلوا يبكون ويلطمون وهم يقولون هذا جزاء فضول هذا جزاء من تدخل في ما لا يعنيه واستمروا كذلك ساعة من الزمن ثم كفوا عن المكاء وغسلوا وجوههم ولبسوا ملابسهم الأولى وذهبوا إلى مضاجعهم فناموا إلى الصباح أما الملك عجيب فقد قضى ليلته سايرا مفكرا فيما رأاه ولم يستطع أن ينام لشدة ما استولى عليه من العجب والدهشة فلما طلع الصبح لم يتق الملك صبرا على ما رأاه فسألهم ما سبب عوركم أيها الرفاق ولماذا ترطخون وجوهكم بالسواد فقالوا له ناصحين خير لك أن لا تتدخل في ما لا يعنيك فتلقى ما لا يعضيك فلم يقتنع بقولهم وآلح عليهم بالسؤال فقالوا له إذا شئت أرسلناك إلى المكان الذي كنا فيه لترى بنفسك سبب عورنا وستذفع تمنى هذا عينك اليوم وتعون إلينا أعور مثلنا فهل يرديك ذلك؟ فقال لهم نعلم فذبحوا كبشا كبيرا وسلخوا منه جلده وخاطوه حول جسم الملك عجيب ثم قالوا له سيأتي طائر الرخ فيحليك إلى قصر العجائي فإذا وصلت إلى ذلك القصر فانهض على قدميك واسلخ جلد الخروف فإن الرخ يخاف ويهربونك وبعد قليل من الزمن جاء طير الرخ فحصبه كبشا فحمله إلى قصر العجائي فلما نهض الملك عجيب ومزق جلد الكبش هرب منه طير الرخ ثم وقف الملك عجيب أمام قصر العجائي فرع حجارته من الثهب وأبوابه مرصعة بالمأس دخل الملك القصر فرعى فيه أربعين جارية لابسات أفخر الثياب التي لا توجد في قصور الملوك فرحبن به وحيينه فرحات بقدومه وأكرمنه أحسن إكرار ثم قلن له نحن خادماتك وأنت سيد القصر وسنظل في خدمتك شهرا كاملا ثم نتركك أربعين يوما ونعود إلى خدمتك بعد ذلك فلا نفارقك أبدا ويصبح هذا القصر وما يحويه من كنوز ملكا لك ولما قد الشهر ودعنه وأظهرن له الأسف على فراقه وأعطينه أربعين مفتاحا وقلن له أدخل ما شئت من هذه الحجرات ولكن يحذر أن تدخل هذه الحجرة الأخيرة وإلا عرضت نفسك لما تكره فتح الملك الحجرة الأولى فرأى حديقة جميلة لم ير في حياته مثلها فقضى يومه بين أزهارها العطرة مبتهجا مسرورا وفي اليوم الثاني فتح الحجرة الثانية فرأى من طيور مغردة أشكالا وألوانا لم يرها من قبل وقضى يومه مسرورا بغنائها الساحر ورأى في الثالثة كنوزا مملوئة بالذهب وفي الرابعة أكتاسا من اللآله وفي الخامسة ما لا يحصى من المرجان والياقول وهكذا حتى جاء اليوم المتمم للأربعين ولم يبق إلا الحجرة الأخيرة التي حذرته الجواري من دخولها وقف الملك مترددا نحو ساعة ثم دفعه فضوله إلى دخول هذه الحجرة فلم يكتفي بكل ما رأى في ذلك القصر من العجائب والكنوز النادرة ونسي نصيحة الجواري ونصيحة العور وما إن دخل الحجرة حتى وجد حصانا جميل الشكل معدى للركوب فدفعه الفضول إلى ركوبه وما إن ركبه حتى طار به الحصان في الفضاء وكان هذا الحصان جنيا وما زال طائرا به مدة من الزمن ثم هبط به إلى الأرض وألقاه على ظهره وضربه بذيله في عينه اليمنى فعورها ولما أفاق الملك عجيب من ذهوله وجد نفسه في قصر الجزيرة بين رفاقه العور فآسوه ورحموا به وقالوا له لقد دفعك الفضول إلى مثل ما دفعنا إليه ولقيت من الجزاء مثل ما لقينا وهذه عاقبة كل من تدخل في ما لا يعنيه بقي الملك عجيب عدة أيام وهو في ضيافة العوران العشرة حتى أتاح الله له فرصة الذهاب إلى بلده في سفينة مرت على تلك الجزيرة فودع رفاقه العور ولما وصل الملك إلى بلده استقبله وزيره وأهله وشعبه أحسن استقبال وفرحوا برجوعه إلى مملكته أكبر الفرح ولما سأله آلهم عن سبب غيبته الطويلة قص عليهم كل ما لقيه في رحلته من العجائل وأمر وزيره بكتابة هذه القصة لتكون عبرة لكل من يدفعه الفضول إلى الدخول في ما لا يعنيه وكتب على باب قصره تلك الجملة الحكيمة من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يأرضيه وعاش الملك عجيب بقية عمره يحكم بين رعيته بالعجل ولم ينس طول حياته ما جره إليه الفضول إذا أعجبك الفيديو أرجو الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرسك يصلك جديدنا وعمل لايك لأن ذلك يسعيدنا ويحفزنا لعمل أفضل اشتركوا في القناة